أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرغيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات الكونية في كتاب الله ولازلنا في صورة البقرة وفي الآية رقم مائة وأربعة وستين وهذه الآية الكريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسقري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه الآية الكريمة تحوي العديد من الحقائق العلمية التي قد تحتاج إلى عدد من الحلقات لعرضها ولكن سأجملها في عجالة في هذه الحلقة الكريمة على أن نعود إلى هذه الحقائق الكونية في حلقات قادمة إن شاء الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسقري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون طبعا خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة في الخلق يعني لا يمكن لعاقل أن يتأمن في السماوات والأرض إلا ويذرك أن خلقهما قد تم بذقة فائقة وبإحكام شديد يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديل الصنعة وبإحكام الخلق ويكفي أن نتحدث عن شيء من عظمة هذا الخلق السماوات طبعا ندرك منها شريحة صغيرة يحصي فيها العلماء ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة بعض هذه المجرات أكبر كثيرا من مجراتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة وبعضها أصغر قليلا مجراتنا سكة التبانة فيها أكثر من مائة ألف مليون نجم يعني كل نجم من هذه النجوم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره فكون مليء بالخلق وشاسع الاتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل أمر من أموري يشهد لخالقي بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جمع خلقه بقدرته على الخلق والقادر على الخلق خادر على الإفناء والبعث وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المتنطعين والمترددين والمتشككين والمشركين والكافرين إذا كنا عظاما ورفاتا أننا لم يبعثونا خلقا جديدا إذن نقول أن التأمل في السماء والأرض هو من وسائل التعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم وكان التأمل في السماء هو وسيلة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يأتيه الوحي الأرض عبارة عن شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون 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 طن لا يحفظها ولا يصورها ولا يحميها إلا الله سبحانه وتعالى وذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك لأن والله لو كلنا لأنفسنا لهلكنا فلذلك يستدل ربنا تبارك وتعالى على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته بخلق السماء والأرض فقال إن في خلق السماء والأرض اختلاف الليل والنهار الاختلاف هنا قد يقوم معناه التتابع وهذا التتابع يؤكد كروية الأرض ودوراني حول محورها أمام الشمس وتبادل الليل والنهار على سطحها ويشير أيضا إلى اختلاف طول الليل والنهار على مدار السنة حسب الفصول المناخية ويشير إلى كثير من الحقائق العلمية المتعلقة بدوران الأرض وبحركتها أمام الشمس والتي قد لا يتسع المقام إلى عرضها الآن وسنعرض لها إن شاء الله في حينها لأن آيات تبادل الليل والنهار ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل اختلاف الليل والنهار آيات كثيرة في القرآن الكريم سنعرض لها إن شاء الله في حينها والفرك له تجري في البحر بما ينفع الناس لولا أن الله تعالى قد جعل للماء الذي ملأ به من خفضات الأرض فأصارت بحارا ومحيطات لولا أنه جعل لهذا الماء من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من السوائل ما أمكن الإبحار فيه على الإطلاق فحسب قانون التطفو تطفو هذه المراكب العملاقة وهذه البواخر العملاقة تطفو فوق الماء لما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من الصفات الطبيعية والكيميائية الخاصة به فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإمكانية أن تجري الفلك في البحر والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزى اللهم يا سماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها قلنا أن الله سبحانه وتعالى أراد بعلمه وحكمته وقدرته أن يدور ماء الأرض حول الأرض في دورة يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض أشعة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات ومن نتح النباتات ومن تنفس الإنسان والحيوانات يصعد هذا البخار يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له طبقة باردة في نطاق المناخ يتكثف عندها يعود ماء مباركا ماء طهورا ولولا هذه الدورة التي تتم بإحكام فائق الدقة وفائق الإثقان لا أسن ماء الأرض وفسد وما كانت الأرض صارحة للحياة لأن ماء الأرض يحيى في كل سنتيمتر مكعب في ملايين الكائنات الحية إلا أن يكون بلايين الكائنات الحية تحيا وتموت في هذا الماء فإذا لم يحرك ربنا تبارك تعالى الماء بعملية تبخر ليترك خلفه هذه السموم وهذه الملوفات وهذه الأملاح وهذه البقايا الحياة لا أسن ماء الأرض وفسد وما كان صالحا للحياة ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك تعالى وهو صاحب الفضل والمنة بهذه الحقيقة فيقول وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وعلق على ذلك بتصرف الرياح والذي يصرف الرياح الذي يحركها هو الله بعلمه وحكمته وقدرته وإذا تحركت الرياح حملت بخار الماء كورنت للسحب ثم يحرك ربنا تبارك تعالى رياح جديدة تحمل هباءات الغبار وغيرها من نوى التكثف الذي يعين على تكثف بخار الماء في السحب عليها فيظل هذه النوى تنمو حتى تصل إلى حجم ينزلها ربنا تبارك تعالى ماء طاهرا وماء زلالا وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخري بين السماء والأرض لا آيات لقوم يعقلون وختام هذه الآية الكريمة تؤكد على مركزية الأرض من الكون وهي حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها أشارت إليها هذه الآية القرآنية الكريمة والسحاب المسخري بين السماء والأرض والقرآن يتحدث عن البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات في عشرين آية قرآنية كريمة رب السماوات والأرض وما بينهما لذلك نقول هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون وهي حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بحسه وإمكاناته المحدودة من هنا نرى أن هذه الآية الشاملة الجامعة الآية الرقبين 64 في صورة البقرة تحتاج إلى ندوات كثيرة حتى نعطيها حقها من محتوته من حقائق علمية كثيرة خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دبة تصريف الرياح السحاب المسخري بين السماء والأرض كل هذه من الآيات التي تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببداية صنعة وبإحكام الخلق وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستوضعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع دائعا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته